بصوا انا هجري في السريع لكن كل اللي اقدر اقول 30 سنة لأ هو اكتر 40 و 50 سنة محدش لمس الحد لا ومش بس كده ده كم اشاعات وكم طولة لسان وكم قلة ادب وهياخدوها من الغلابة روحوا اله يحصل فيك ومش عارف ايه ربنا يا رب يدي لك على ايد دنيتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسدد لك كل خطوة عشان جبر الخطر اللي بتعمله للغلابة والله العظيم عشان جبر الخطر للغلابة مش عايز حد يزعل فاللي انا هقوله مش عايز حد يزعل انا حب واحترم واقدر زعمنا خالد الزكرة جمال عبد الناصر عمل قدر جهده واستطعته علشان اهلين الغلابة ماشي هتل الصورة بقى الرئيس جمال عبد الناصر ما عملش عمرات بالشكل ده للغلابة احنا عارفين انه ساكن الشعبية ده قدر جهده قدر استطعته قدر تصوره قدر ايا كان محدش طبطب على الغلابة في البلد دي قدر رئيس عبدالفتاح السيسي في تاريخنا محدش حن على الغلابة في البلد دي قدر رئيس عبدالفتاح السيسي تاني في تاريخنا هو كان من امتى الغلابة عندنا بيسكنه في عمرات شيكا عن نيل ده حقهم ده بني ادم انسان مواطن مصري في بلد بتقول بعزم ما فيها وبأعلى صوت دي الجمهورية الجديدة بلد بتقول بعزم ما فيها وبأعلى صوت دي الجمهورية الجديدة دي الجمهورية الجديدة اللي بيبنيها الراجل ده آه بمساعدة الناس وبمساعدة مؤسسات وأجهزة وموظفين ومهندسين ودكاترة ومستشارين وكل الناس بس ما هو قابلو جي كتير ما عملوش كده ليه والله أنا بسأل السؤال وحضرتك جاوبني عايز حشرة إخوانية واحدة ترد على السؤال ايه رأيك رد حشرة إخوانية واحدة ترد تقول لي ايه رأيهم في الأبراج بتاعة مسلس ما سبيرو اللي رايحة للغلابة اللي انت بتشوفه قدامك ده مش بتاع الناس الأغنية ده بتاع أهلينا اللي على قد الحال صحابنا اللي كان حظهم قليل أصدقائنا وزملائنا بالمناسبة ناس كتير جدا من زملائنا في هذا المبنى العريق كانوا ساكنين في الحتة دي زمان أيام ما كانت على قد الحال قوي إن شاء الله إن كلنا العمر يا رب يعني يبقى لي حظ وأقدر أروح يوم الاثنين الصبح هناك وابقى أول واحد يشرب كباية شاي بلبن في البلكونة في هذه الأبراج بتاعة أهلينا اللي على قد حالهم اللي ربنا سبحانه وتعالى طبطب عليهم كده وابتساملهم وسبب لهم الأسباب فجاب للبلد دي حد يحكمها فيطبطب علي أهليهم كده طبطب عليهم كده